أهلاً وسهلاً بكم من جديد مشاهدين ومتابعين برنامج بيت للكل أكيد من البتراء وكما تحدثنا عن هذا المكان المميز والذي يعتبر كنز من كنوز هذا الوطن الغالي علينا دائماً هناك دائماً موضوع الترويج السياحي لازم يكون هناك طرق كثيرة جداً يوم متحدث عن المؤسسات الرسمية وأبناء المجتمع المحلي وأيضاً نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي سنتحدث أكثر عن الطرق لتنشيط السياحة الداخلية وتنشيط السياحة العربية وتحديداً في هذه المنطقة لأننا دائماً نحاول نروج بقدر الإمكان حتى من أبناء المنطقة أولاً سنرحب ضيوفي على الكرام من أستاذ إبراهيم الفرجات مدير متحف البتراء يسعد مساكو جميعاً وأهلاً وسهلاً وأيضاً معنى الناشط السياحي حسني معيوف أهلاً وسهلاً بك أستاذ إبراهيم طبعاً في البداية عندما نسمع اسم متحف معين إن كان على صعيد العراق، مصر، الأردن، أي بلد من بلدان العالم يتصور للأذهان بأنها ماكن لحفظ لوحات فنية أو منحوتات معينة للحفاظ عليها فقط ولكن في الحقيقة للمتاحف في العالم دور كبير في تثقيف الشعوب في توثيق مراحل تاريخية مهمة وتنشيط الذاكرة بالنسبة لمجتمعات برأيك كيف نتحدث عن هذا الدور في البداية؟ أكيد الحقل التحكية مية بالمية لو رجعنا لآخر تعريف للمتاحف من خلال المجلس العالمي للمتاحف في مؤتمر براك تقريباً قبل سنتين من خلال الاجتماع الدوري اللي بيصير للمتاحف العالمية أكيد تم تعريف المتاحف على إنهاء هذا المكان أو المؤسسة اللي من خلالها يتم تطوير المجتمعات وبرضو كذلك هو المكان اللي من خلال يتم عرض الموروث الإنساني لأغراض الدراسة والترفية إذن من خلال هذا التعريف في هناك دور كبير للمتاحف لا يقتصر هذا الدور زي ما حكيت على فقط عرض القطع الأثرية أو الحفاظ عليها ولكن هناك دور كبير في مجال التعليم والدراسة والترفية طيب أنا عايزة أنقل الحديث لأستاذ حسني ونتحدث عن محتوى اللي بيقدمه المدونون يعني أحياناً بنجد محتوى جيد وأحياناً بنجد محتويات خارج النص زي ما بيقولوا فإلى أي مدى يعني نقدر نتحكم في ده خصوصاً وأن السوشيال ميديا تأثرها كبير وبتصل إلى يعني الملايين أول شي أحاول شكركوا على نورتون وفي مناسبة اليابيلي فضل الأردني فاللي هو المحتوى الآن أحلى المحتوى اللي أنا شغال عليه هو من 31-5 إلى 2010 تقريباً ما يقارب على 14 سنة المحتوى اللي أنا شغال عليه اللي هو مكتب من أكبر مكتبات بالعالم كصور تحتوي على 114 ألف صورة وتحتوي على 86 ألف فيديو مقطع فالمحتوى اللي ما تمديني بالترويج أنا بالأردن هو للموضوع السياحي بالأردن ما طلعنا نحن عن خارج المحتوى لأنه المحتوى اللي هو كأنا ابن البطراء المحتوى كنتم مركز عليه هو المحتوى السياحي حيثه كانت في الـ 2010 كان ما كان فيه سوشيال ميديا كثير وكان فما هداك الفكرة أخذت أن السوشيال ميديا بلشت في الفيوتشير رح تعمل نقلة نوعية بالسياحة ونقلة نوعية بالتعرف على الحضارات قمت في هذا المحتوى الحمد لله 14 سنة ما عندما غيرنا هذا المحتوى لأنه أحنا محتوانا هو السياحة وهو للبلد حب للبلد بصراحة ويمكن هنا كمان النسبة تتأثر بالمدون لأنه بيحسوا أنه ابن هذه المنطقة دارس عارف فبيبقوا متفاعلين معه بشكل كبير أكثر السوشيال ميديا تقدم هو أكثر مصداقية سهلا إذا رأيت هذه الصفحة مصداقية لدي تقريبا ما يقارب 90 ألف السنة الماضية كان عندي وصلة 110 مليون مشاهد المصداقية في هذه الصفحة فأي حد رأيت هذه الصفحة التي أدولها هي تعرفون أنها حب للوطن وابن البطراء وأمارس مضوع السياحة عارف السائح ماذا يريده وعارف أما عملت هذه الصفحة عارف الأردن ماذا عندنا إشنانقس لأن ترويج السياحة دائما بيحته على محتوى عالي من الدقة والمصداقية الأردن بصراحة هي خارطة سياحية خارطة عالمية عندك السياحة الثقافية عندك السياحة التاريخية السياحة العلاجية السياحة الدينية بلدنا هي واحدة من الهول فإذا نحن مهتمين فيها ماذا سيتم فيها فهذه الصفحة كانت عمل تطوعي فالحمد لله كسبت ثقة الملايين وسيدنا وصاحبي الجلالة أكرمني قبل تقريبا 40 يوم بالوسام الفضي وهذا شرف كبير إليه وما يحكي اعتماع أن الملكة الأردنية تهتم بموضوع الشباب بسماء وسط سيدنا موضوع السياحة ودور الشباب القادم ونحن إن شاء الله أنا وغيري وغيري نحن ندور الشباب القادم وهذه الصفحة التي عملتها عملتها بعمل جهد فردي بدون أي دعم بل هو الدعم كان هو أحب الوطن ورافض أن نروج الأردن هي عدوى وطنية معرفية تثقفية نتمنى أنها تنتقل لكل يعني كل شباب العربي بمحتوى له قيمة أستاذ ابراهيم اسمح لي اليوم المتحف هو جديد نتحدث اليوم في عام 2019 تم اتتاح وإنشاء هذا المتحف أكيد الكثير من المقتنيات عبر حضرات كثيرة وحقب زمنية كثيرة جدا اليوم نتحدث عن أهم المقتنيات داخل هذا المتحف يعني متحف البتراء تم اتتاحه في عام 2019 المتحف يحتوي على ثمان قاعات عرض يقدم متحف البتراء للزائر ما لا يشاهده داخل المحمية الأثري يعني أنت بدك تفهم صراحة الموقع البتراء الأثري لازم تزور متحف البتراء الآن زي ما تحدثت يوجد ثمان قاعات عرض يعني يتم عرض تقريبا ثلاثمائة قطعة أثرية داخل هذا المتحف أهم ما يميز متحف البتراء هي الشاشات التفاعلية التي يتم من خلالها أيضا عرض تاريخ المنطقة الحضارات التي استوطنت بها البتراء من العصور الحجرية القديمة وحتى عصرنا الحديث الآن لما ندخل المتحف ندخل على قاعة رقم واحد التي من خلال هذه القاعة يتم الحديث عن هندسة المياه عند الأنباط والحصاد المائي وما لأهمية هذا النظام وندرته بالحضارات القديمة بالقاعة رقم اثنين نتحدث عن الحضارات التي سبقت الحضارة النبطية نتحدث عن العصور الحجرية البرونزية الحديدية العصر الفارسي جميع هذه الحضارات التي سبقت أو الأدوميين التي سبقت الحضارة النبطية نتحدث بقاعة رقم ثلاثة عن التفاعلات الحضارية ما بين الأنباط والحضارات الأخرى سواء كانت الحضارة الفرعونية الحضارة الرومانية الحضارة اليونانية وتفاعلات الأنظار من خلال التجارة ومن خلال منحوتاتهم التي تركوها مع هذه الحضارات تأثرهم وتأثيرهم بهذه الحضارات التي عاصروها بتلك الفترة بالقاعة رقم أربعة نتحدث عن الخزنة أهم معلم موجود بالبطرة اللي نحن الآن موجودين أمامه هذا المعلم الفريد نتحدث عن أسرارها عملية النحت كيف تم نحت هذه الواجهة الآن بالألفين وثلاثة تم اكتشاف قبرين تحت هذه الخزنة يعني من خلال هذه القاعة نتحدث عن كل ما يتعلق بهذه الواجهة وأسرار الخزنة الآن الزائر عندما يزور المحملية الأثرية لا يرى البيت النبطي فأحنا من خلال القاعة رقم خمسة بنفرج الزائر شكل البيت النبطي شكل البيت النبطي شكل البيت النبطي ومقتنيات اللي بقولي وأهم العناصر الموجودة بهذا البيت كم كان هناك تطور بالبيت النبطي المقتنيات التي تم استخدامها في تلك الفترة الآن برضو نتحدث من خلال هذا المتحف عن نقوش الأنباط نتحدث عن النقود النبطية والعمل النبطية وظهور ملكة الأنباط على هذه العملة نتحدث عن تجارة الأنباط نتحدث عن الحضارات التي استوطنت بالموقع بعد الحضارة النبطية سواء كانت الرومانية البيزنطية الإسلامية وبعض المقتنيات التي تم إيجادها في منطقة البترة والمنطقة المحيطة بها وبلقاء رقم 80 نتحدث عن المجتمعات المحلية وعن الموروث الثقافي نتحدث عن التراث المادي واللا مادي والشفوي في محيطة البترة للمجتمعات كي يتعرف الآخر ما نعرف بأن حقاب زمنية قديمة مرت أيضا أريد أشرك أستاذ حسني حول قضية صنعت أفلام كثيرة أفلام أمريكية بدأوا يستغلون مناطق البترة لجمالياتها لرحبة المكان لعبق هذا المكان رائحة الموجودة به تأخذك إلى أزمان بعيدة حقيقة للغاية في الحقيقة هل بعملك اليوم كمدون؟ المدون له مسؤولية كبيرة نعم توثيق مراحل مهمة وإيجاد التواريخ الحقيقية وحضرتك ذكرت شيء مهم قلت بأن الصفحة بدأت بها متابعين بالملايين وهذا يتقع مسؤولية كبيرة على العادة نعم هل تشاهد أن أنصفت الأفلام التي نفذت في هذه المناطق بأن تعكس صورة البترة الصورة الحقيقية لها كبيئة؟ أريد أن أشكرك هذا السؤال لأن هذا أصلا شغلي الأساسي أنا عامل 86 فيلم وطائقي بين جميع قنوات وطائقية وتسعين بالمئة من أفلام الوطائقية والأفلام العالمية في صورة البترة أنا أصلا شغلي الأساسي فهذه هي السياحة الفيلمية السياحة الفيلمية ما لحده الآن هو فيلم ديانا جونز هو من أنصف البترة بصراحة فقط نحكي المنطق وما زال السياحة الفيلمية هي جديدة في الأردن إذا تطاحت على الأردن سياحة الفيلمية بدأت تقريبا من 2003 بدأت تعمل كثيرا على هذا الموضوع لأنها أكثر شيء مدرة بصراحة كناتج مالي وكتعريف الحضارات للمدن التاريخية لناس الثانية اللي هم جيل أصاعد الآن اللي هو مقترب في مضوع السينما بالضبط موضوع الإلكتولوجيا الجديدة التاريخية التاريخية يعني قاعد بصير السياحة الفيلمية الآن الحمد لله يعني قاعدين الحكومة و جلالة الملك قاعدين بركزوا على موضوع السياحة الفيلمية لأنه هو سياحة الفيلمية أنت بتعمل فيلم و بطلع على جميع العالم جميع الفئات العمرية اختصر لك قراعة آلاف من الكتب و المواقع لأننا نحن في موضوع اللي هو الدجيتل و الفيوتر توريزم اللي هو أي إنسان يريد أن يشاهد هذه المواقع السياحية لا يريده أكثر من دقيقة أكثر من دقيقة سيمل لأنه الآن عندك أنت كمواقع أكترونية و الآن مواقع أكترونية ما أكثر من دقيقة طبعا فنحن مركزين على هذه المواضيع أن تتكلم على هذه المواضيع على هذه الموقع فالبطرة أقول لك بصراحة فالبطرة هي جوهرة جوهرة الصحراء العربية و جوهرة العالم الألماسية إذا تريد أن تتخلم لماذا؟ لأن البطرة هي حلم لكل واحد يشوفها لكل واحد يحضرها لأن العجائب الدنيا السبع في كل العالم هي واحدة منها هي واحدة منها وتتميز بأنها كلها طبيعية 100% و الحكومة الأردنية و وزارة السياحة الأردنية من عندما استجلت البطرة في اليونسكو عام 1985 ممنوع أي شيء في البطرة يحفظ ممنوع أي شيء يعني يطبق نظام اليونسكو 99% على البطرة أكثر من أي مواقع ثانية فجلالتا هذا لكنها قيمتها كان للأردنيين هي إرت عالمي و حتى البطرة قبل أن تكون للأردنيين هي إرت عالمي و ليس للعرب أيضا إرت عالمي تملكها جميع البشرية لأن هذا الشيء هو تاريخ عمره 2000 سنة فكل العالم هذا إرت عالمي كل العالم الذي يأتي عليها يجب أن يحافظوا عليها لأن هذا يتعلم عدة أصور وحضرات من الأنباط والرمان والبيزنطيين والآن والهاشميين علماً هاي البطرة لن يملكها دائماً لم يحكمها إلا الملوك نعني نلك النبطي الآن هي الممازالة تشوف عدة البيزنطية الرومانية والآن العائلة الهاشمية فهذه البطرة هي مدينة الملوك و تتظل مدينة الملوك و ستتظل بإذن الله خليني أخذ من كلام حضرتك و مدى التأثير الحقيقي على الأماكن الأثرية الآن ويمكن الدجيت الميديا كمان قدرت توصل لحاجات أسرع بكتير المتاحف زي ما هي سياحة و زيارة لكن كمان فيها جزء جبير تعليمي يعني في ناس بتدرس في ناس بتتعلم في ناس بتعمل مقارنات ما بين حضرات مختلفة بتكلم كمان ده ليه؟ لأن أنا جاية برضو من خلفية بلد كلها أثار و أذكر تماماً الأقصر لما تم يعني أعادتها و تطويرها بشكل كبير و هي مدينة مفتوحة للأثار طريق الكباش تم إعداده بشكل جديد فالعلاقة كمان ما بين يعني المتحف ما بين المتاحف الأخرى في بلادنا العربية وهي غنية يعني نتكلم على مصر على العراق فما هي العلاقة؟ أوكي يعني الآن بالنسبة للشق الأول من السؤال أكيد لا يقتصر زي ما حكينا بالبداية دور المتحف على عرض القطع الأثرية أكيد له دور بالتعليم و دور بالبحث العلمي كذلك الآن زي ما تعرفوا أنه يحتفل العالم بكل عام بثمنتعش أيار باليوم العالمي للمتاحف صحيح و كان شعار هذا العام هو متاحف من أجل التعليم و البحث العلمي صحيح فأحنا بمتحف البتراء أكيد أنه علاقة وطيدة مع جميع المؤسسات التعليمية سواء كانت الجامعية أو المدارس و هناك أكيد ورشات توعوية على مدار السنة لهذه المؤسسات التعليمية بما يتعلق بالموروث الإنساني والموروث الشعبي كذلك بالنسبة للشق الثاني من السؤال أكيد أحنا الآن متحف البتراء هو عضو بالآيكم اللي هو المجلس العالمي المتاحف فأكيد أنه علاقة وطيدة مع المتاحف العالمية والعربية فيه هناك تبادل بما يتعلق بموضوع التدريب و ورشات العمل والمؤتمرات وما يذلك فأكيد المتحف البتراء جزء لا يتجزأ من المتاحف العالمية وأحنا أكيد عضو بمرظمة المتاحف العالمية شكرا يعني أستاذ إبراهيم إحنا اسمح لي بالسؤال الأخير إذا سمحت يعني حكى مسؤال حسني قبل قليل عن موضوع السوشيال ميديا وقالتش أنه المدونات لازم اليوم تكون مهمة اليوم إدراجها واستغلالها في بعض المتاحف الموجودة سواء بالأردن أو بأي مكان آخر حتى أيضا يكون رسالة أيضا يمكن توصل أي حدا بالعالم مئة بالمئة يعني أتفق مع حكي الأخ حسني بما يتعلق بهذا الموضوع وأحنا أكيد من خلال متحف البتراء في عندنا صفحة على الفيسبوك وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي من خلالها يتم نشر رسالة المتحف اللي هي بتخص سواء كانت المجتمعات المحلية أو كل زوار الأردن بشكل عام والبتراء ومعلومة يعني متحف البتراء هو أكثر متحف يزار بالأردن يعني بالعام المنصرم زار المتحف ما يقارب 300 ألف زائر إن شاء الله رقم وهذا الحكي أكيد يعني بحتم علينا مسؤولية كبيرة إنه كيف أحنا نطور كيف نوسع نشاطاتنا سواء كان مع المجتمعات المحلية أو المؤسسات التعليمية الموجودة بالموقع